قرار جديد يخص الشركات المتعثرة والمنسحبة هذه المرة صدر عن مكتب النائب العام بوقف كافة الإجراءات المالية والإدارية المتخدة من قبل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة بنقل عدد من الشركات إلى هيئة تجيع الاستثمار والخصخصة أو أخير يناير الماضي النائب العام وبحسب تصريحات للناطق باسم الشركات المتعثرة والمنسحبة كمال الثابت للأحرار قد خاطب أيضا وزير المواصلات محمد الشهوب المكلف بملف وضع الحلول الخاصة بأزمة الشركات المتعثرة والمنسحبة حيث وجهه بوقف قرارات النقل حتى الانتهاء من التحقق من ضوابط وشروط إدارة المال العام والتصرف فيه هذا وكانت حكومة الوحدة قد اتخذت قرارات بنقل سبع شركات متعثرة في مجال النقل الجوي إلى هيئة الاستثمار والخصخصة إضافة إلى قرارات بحل شركتين عاملتين في مجال البناء والتشييد وتكليف وزارتي العمل والخدمة المدنية بنقل عامليها إلى جهات أخرى كما اتخذت حكومة الوحدة قرارات بالبدء بتسبية أوضاعهم المالية لمن يرغب منهم في التقاعد وجهة وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة لصرف مرتباتهم وهو ما واجه رفضا من قبل عمال تلك الشركات الذين أكدوا في تصريحات للأحرار خلال وقفات احتجاجية لهم الأيام الماضية أن أي قرار يمس وضع شركاتهم أو مستحقاتهم يجب أن يأتي بعد حل أزمة المرتبات المتأخرة لجميع العاملين والتي تصل إلى نحو مليار دينار وهو إجمالي رواتب ومستحقات لحوالي 14 ألف عامل في الشركات المتعثرة وستة آلاف عامل في الشركات المنسحبة لم تسدد على مدار السنوات السابقة